تعال أخذك على إزاي مصر بتقدر تكمل مد والتساعدة وإرهال حيوية في الإقليم الإفريقي في قراتنا الأم وتحديدا في غرب إفريقيا وإزاي بتحوز الثقة يوم بعد يوم من إخوتها وأشقائها وشقيقتها الأفارقة وإزاي بتقدر دايما تفعل المنظور والرؤية والطرح بتاعها فمن كان يرفضه في السابق أصبح الآن يقبل هذا الطرح بل ومصر على تبني التجربة المصرية النهاردة استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره السنغالي ماكيسال اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة خد بالك حجب نتكلم على غرب إفريقيا وغرب إفريقيا منطقة شديدة الحرج لاب حبيت إنك يعني إيه تعرف إيه مالها غرب إفريقيا شديدة الحرج والمد بتاع الجامعات المتطرفة في الغرب الإفريقي مخيف عشان كده أنا بقول لك هنا بقى إيه المقاربات الطرح الأفكار التجربة المصرية التي أصبحت مش قيد التجربة بقت قيد التبني الناس عايزة تتبنيها طيب فكان في مباحثات منفردة ما بين الرئيسين بعد كده عقبتها المباحثات الموسعة ما بين وفد البلدين أو ممثلي البلدين أبرز الملفات على طولة المباحثات التباح حول قضية سد النهضة واللي تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور للوصول إلى ما تصر عليه مصر دائما وأبدا اتفاء خد بالك اتفاء قانوني ملزم لا رجعة فيه عادل لأجل مصلحة وخير الشعبين وخير إفريقيا والإقليم بالكامل لا سيما فضوء قرب تسلم السنغال رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى ادي محور شديد الأهمية المحور الثاني زي ما كنت بقول لكم الغرب الإفريقي والتمدد اللي بيحصل في هذا الغرب الإفريقي من الجامعات المتطرفة دواعش ومن سوف يظهر بتسميات جديدة لأنه فينا خلص هذه الأفكار قعد عمالة مستمرة مطلعت لنا شوية كان اسمها مثلا التكفير والهجرة في فترة مرة تانية كانت النجوم من النار مرة تالتة كانت مش عارف العائدون من ألبانيا مرة ربعة كان اسمها القعضة مرة خمسة اسمها داعش إلى آخره فيبقى تعزيز التعاون ما بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل مع الأخذ في الاعتبار جهود مصر من خلال إقامة دورات تدريبية لبناء مؤسسات دول الساحل مؤسسات تفيد الكل مؤسسات مش مؤسسة ولا تنيت المؤسسات داخل الجمهوريات والدول المختلفة في هذه المنطقة والقرى الإفريقية بشكل كامل وعام طبعا بالإضافة إلى برامج مكافحة الفكر المتطرف المسألة في المقاربة أو في الطرح المصري ليست المواجهة الأمنية وحسب وإنما المواجهات الفكرية أزاي بكافح الفكر المتطرف فيه عندي تجربة في مصر تقدم بقى عن طريق مختلف المؤسسات المصرية سواء إذا كانت المؤسسات الدينية والمؤسسات الفكرية المراكز بتاعة البحث والتفكير إلى أخيره تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي وده مهم جدا من خلال التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والتفاقيات التعاون ما بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والأثار والثقافة والرياضة وهلما جرى الواحد يقدر يتكلم كتير